ولت أيام التجوال الآمن والتنقل بحرية لهندسي مشروع النفوذ الإيراني أينما اتجهوا تلاحقهم الطائرات التي كانت تحمي خطواتهم الدموية وهي تعيث فسادا في جغرافيا المحرق الممتدة من العراق إلى سوريا غارات جوية يعتقد أنها صهيونية استهدفت منطقة البوكمال الشرق سوريا وقتلت ما لا يقل عن 15 عنصر من الميليشيات الإيرانية أربعة منهم سوريو الجنسية قصف تزامن مع زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قآني لشرقي سوريا بصحبة قياديين بارزين لتفقد أوضاع الميليشيات المسيطرة على تلك المنطقة الغارات الصهيونية الجديدة تحمل عدة دلالات أهمها أن سوريا تحولت إلى صندوق بريد لتبادل الرسائل النارية بين القوى الإقليمية المتصارعة إضافة إلى أن تل أبيب تريد أن تؤكد للقادة الإيرانيين أن تحركاتهم باتت تحت المجهر ويمكن استهدافهم في أي منطقة كما جرى مع قاسم سليماني عندما قتلته غارة أمريكية قرب مطار بغداد كما أن تزامن القصف مع وجود إسماعيل قآني يكشف عن اختراق في بنية المحسوبين على المحور الإيراني ووجود من يسربون المعلومات لصالح التحالف أو روسيا حتى يؤكد ذلك ما كشفته وسائل إعلام أن نظام الأسد شن حملة اعتقالات طالت ضباطا كبارا في صفوفه بتهمة التجسس لأمريكا عشرات الغارات الأمريكية والصهيونية تركزت في الآوينة الأخيرة على مناطق شرقي سوريا التي باتت أكبر بؤرة لتجمع الميليشيات الإيرانية ومركز تخطيط وتكديس للأسلحة والذخائر والصواريخ الفالسطية وذلك لأهميتها استراتيجيا وقربها من مناطق النفوذ الأمريكي شرقي الفرات وتوسطها بين قائدة التنفي سوريا وعين الأسد غربي العراق أمام هذه الغارات المستمرة لا يمكن أن ينسى المراقب للمشهد السوري أن التمدد الإيراني شرقي سوريا ما كان ليتم لو لا سياسة التحالف التي قامت على إضعاف الجيش السوري الحر في تلك المنطقة ودعم الميليشيات الإيرانية بذريعة حرب مدمرات مع تنظيم داعش أصبحت مغنما لجميع الميليشيات والمرتزقة الغرباء ودفع ثمنها أهالي المنطقة ترجمة نانسي قنقر